تتلقى تفنين بقى نجم عايزيكي طيب تفضلي أنا هو شكرا يوسف هاي خير بصي باختصار شديد كده أنا عارفة الإنتيزة علينا بسبب حاجة أنا مش عارفاها بس هيالي هاد عبينا وطهر انتي وطهر مش فهم طهر بيحب كندا معلش شو ده هيفرق فيه أنا بيتش حبه شو يصدقيكي؟ لا أصدقي أنا فوت زي ما كنت متخدرة وبضحك عنا نفسي وعلى فكرة مش انتي السبب لو حسب الزنب يعني بتتكلمي معي عشان كده ولو انتي السبب فثينكيو بجد بصي هند في حاجات أهم من الحب وهي للأسف مش موجودة بيني أنا وطهر طهر 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 هيا عيزاني أنا لأ ايه ما تستمركش أوي كده ده الطريق ان لو أول ما تسيبك هتوح لو أقرب واحد ليها والأول هتكلمك أصحاب وبعدين هتعوز تقرب بس أنا مين الأول وأنا مش عايز أقرب ليه؟ ومشاعرها ناحيتي مش حقيقية عارف لو كان بعد سنة أو سنتين كنت ممكن أفكر أن أنا أقرب ها ها اللي بتعمل إيه كله؟ هندة تلعت شخصية لطيفة قوي أنا من ساعة ما شفتك مع طاهر وأنا بقول مين دي؟ أديك عرفت طب إيه رأيك في المكان؟ حلوة طبعاً بفكرة بس هي صراحة ممكن تكبر أكبر من كيب كتير ما إحنا هنفتح فروع تانية؟ لا مش تكبر بفروع بس يعني قصدي مثلاً ممكن زيهم بتستقبل فرقة مزيكا بتستقبل ستاند أب كوميدي في ولاد وبنات بجد الشاطرين قوي في الموضوع ده ومش وغدين فرصتهم يعني يتمنيوا اللي هما يتقدموا للناس أكتر فممكن مثلاً تقسم بروجرام المكان إنه تلات أربعة تيم مزيكا تلات تيم ستاند أب يعني تعمل ميكس كده ما بينه طول أسبوع فكرة جامدة فكرة هلو قوي فهنا هعمل كده تمام جد لك لا تمام إيه تمام وتمشي يعني؟ انتي ده تمسكي الموضوع ده لا أنا ما عنديش ولا خبرة ولا وقت طب فكري طي لا مش محتاجي وقت أفكر حتى لا ده مش هتكتب شركتي يكنوا أيها إيه ده هو وانتو هتتشاركو؟ أيها مستغرب ليه؟ مش مستغرب بس كنتش بتوقع من الموضوع هيحصل بسرعة كده لا عادي في حاجات بتحصل بسرعة أظن أنت أكتر بحد عارف الموضوع ده يلا يوسف عشان ما يكمل كلامنا؟ يلا عني إذنكو فرصة سعيدة فرصة سعيدة أويند أويند عايزتي يمشي؟ أمشي يريد يلا يبحقتي بس باي 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 ماذا علين طبعا أن أعرف أنا كنت متوقع على فكرة هي من أول ما شفيته هي معجبة بي لطول الوقت بتكذبني ومتكذب أحساسي ومتحاول تثبت لي العكس وهو ما جاءت لها الفرصة تعمل كده في يوم وليلا طبعا أنت قلت لها نسيب بعضا في يوم وليلا بس ما عربتش من حد يا أنت ما عملتش زياها لكي أنها ما صدقت ممكن متغيزك يا طهر صغرت في نظري أوي هي أنت مردي طبعا كانت قلت لنفسها فرصة حتى تزعل عليا اللي أنا أزعلها ما حساب لك والله ما جاءت اللي مش عارفة أعمل إيش مدقاش بالدهي كده أنا أتباين ما زال فل اشترك في بقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه ترجمة نانسي قنقر